مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب خلونا نبدأ النهاردة الحلقة بتاعتنا بكلمات من شخص الرب يسوع المسيح مع كلمات المسيح بنبدأ هذه الحلقة قال رب يسوع في الموعزة على الجبل في إنجيل متى وفي الأصحاح الخامس والآيات من 21 إلى 24 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رق يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمك يكون مستوجب نار جهنم فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا استالح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك يبارك الرب لنا هذه الكلمات موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا وهو تكملة لكلامنا وحادثنا في الأسابيع الماضية عن صلب شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح صلب المسيح القصة المحرفة صلب المسيح القصة المحرفة تستعجلوش احنا لسه يعني ممكن العنوان شوية يكون قصة محرفة زي ده الأسيس أشف هو اللي بتكلم لا لا صلب المسيح هناك روايتان وروايتان متناقضتان لكن قبل ما اتكلم عن الجزء دو ونتكلم فيه بالتفصيل النهاردة هرجع لحلقة الإسبوع اللي فات لأنه كان فيه سؤال سأله أحد الإخوة ولم يسعفني الوقت أني أجيب عليه فأحاول أجيب عليه وخاص بإنجيل يهوزة أحاول أجيب عليه في عجالة لأنه سؤال مهم ومرتبط بالدعاء غير حقيقي عن إنجيل يهوزة وصلب المسيح فخلونا نسمع السؤال بتاع الإسبوع اللي فات وبعد كده أجواب عليه أخذ مكلمة الأخ فواز مساء الخير مساء النور عند استرسار بالنسبة للمخطوطة بتاعة يهوزة أيضا فضل تمام المسيح عليه السلام يخاطب يهوزة في نهاية الإنجيل المنسوب إليه ويقول له أنه أي يهوزة يعني أنه سوف يختلف عن باقي التلاميذ يعني الحوريون تمام وأنه سوف يكون الرجل يلبسني وهي تساوي الذي يعني يضحي به كشبيه له أي للمسيح عليه السلام ونقف ونتأمل كلمة يلبسني الذي عجز المترجم أن يكتبها كما جاءت في آيات القرآن شبها لهم فما رد حضرتك حاضر حاضر طيب ده السؤال خلينا نرجع لنص لأنه اللي بيقوله الأخ فواز يعني غالبا ما أراش نص كان مفروض يقرأ النص بالضبط علشان يفهم مين المتكلم وبيكلم بيقول إيه وإيه مضمون الكلام ودي على فكرة إشاعة منتشرة في كل الذين يتحدثون عن إنجليا هوزا الرجل الذي يلبسني ودي إشارة إلى شبها له طيب أنا حط النص قدام حضراتكم بالإنجليزي وبالعربي علشان على فكرة الترجمة دي هي الترجمة موجودة في الجارديان ونيورك تايم المجلات المشهورة لما نزلت ترجمة لإنجليا هوزا وأيضا الترجمة اللي نزلتها ناشنال جيوغرافيك اللي نشرت عن إنجليا هوزا سنة 2006 فالنص بيقول إيه بزبت هنا المتكلم هو شخص المسيح بيكلم يهوزا بيقوله أن انت you will exceed all of them أن انت سوف تتفوق عليهم جميعا إشارة إلى التلميذ كويس أن انت يا هوزا هتتفوق على كل التلميذ for you will sacrifice the man that closes me لأنك سوف تضحي بالإنسان الذي يلبسني يعني إيه الإنسان الذي يلبسني وده ده النقطة المهمة المسيح لما بيقول ليهوزا يا هوزا أن انت ستتفوق على الجميع لأنك يا هوزا عندما تسلمني وده بحسب إنجليا هوزا الاتفاق السري ما بين يهوزا والمسيح وإنه تسليم يهوزا للمسيح لكي يموت كان باتفاق سري وليس عمل خيانة كما هو موجود في الأنجيل الأربعة فالمسيح كأنه بيقول ليهوزا يهوزا أنت هتعمل عمل عظيم جدا وعمل رائع جدا ليه؟ لأنك يا يهوزا هتضحي بالإنسان الذي يلبسني الجسد الذي يلبسني يعني أن انت هتطلق روحي يا يهوزا حرة وده الفكر الغنوسي أن الروح سجينة الجسد وعندما ينكسر هذا الجسد تنطلق الروح من هذا السجن لا فيه إشارة لي شبها له ولا فيه إشارة إلى موت يهوزا ولا بيتكلم عن أن يهوزا هياخد مكانه أنا معرفش جابه الكلام دامنين وفسروه إزاي وعلى أي أساس لكن زي ما أنا دايما بقول دايما الغرآن بيتعلق بأشها حتى لو كانت مش هتشيله طيب نرجع إلى موضوعنا موضوعنا صلب المسيح القصة المحرفة عندنا روايتان متناقضتان وده الواقع من 1400 سنة للأسف عندنا رواية تناقض الرواية اللي جات قبلها ب600 سنة الأنجيل تقول بأن المسيح صلب ومات ودفن الأربع أنجيل وكل العهد الجديد أن الرب يسوع مات بحسب الكتب وأنه دفن علامة الموت الحقيقي الكامل هي الدفن برهان الموت كان الدفن ده الأنجيل والعهد الجديد بيقول لنا كده وتاريخ الكنيسة كله بيقول كده كويس اليهود بيؤكدوا على أنهم هم الذين أسلموا المسيح للصلب كل الكتبات اليهودية من يوسيفوس إلى غيره بيؤكد هذه الحقيقة أنه حكم عليه بالموت في مجمع السنهدريم لما كان قياف رئيس كهنة وأسلموه إلى الرومان وطلبوا من الرومان أن يحكموا عليه بالموت فمات يسوع صلب ومات التاريخ المسيحي زي ما قلته اليهودي والروماني زي ما كلمنا في حلقات قبل كده عن مؤرخين رومان كثيرين كانوا حتى بيتريأوا عن المسيحيين الذين يعبدون إلها مصلوبا بيؤكد صلب وموت المسيح وبعد ستمائة سنة جاءت المعجزة المعجزة اللي راحت قلبت الموازين ولغت كل ما هو تاريخ وقال لك لا دا لم يصلب ولم يموت يقول القرآن أن المسيح لم يصلب ولم يموت على أي أساس لا يوجد أساس على أي برهان تاريخي لا يوجد برهان تاريخي طب حكلنا عن details ما فيش details طب قلنا حصل إمتى وفي عهد مين وفي مين اللي كان موجود ما فيش هي كده السؤال اللي بيجبأ من الذي قام بتحريف قصة صلب المسيح؟ من اللي قام بتحريف القصة؟ ما هو على المدعي أن يثبت صحة كلامه؟ من الذي قام بتحريف قصة صلب المسيح؟ الكتاب المقدس أو الكرآن؟ كتاب المقدس ولا الكرآن؟ والنهاردة هتكلم بصورة منطقية عقلانية إزاي أنه من رابع المستحيلات أن يكون تلاميذ المسيح حرفوا قصة الصلب؟ وهقدم البرهين على كده وهترك لحضراتكم الحكم هل يمكن أن يكون تلاميذ المسيح؟ هم الذين حرفوا قصة صلب المسيح؟ يجو واحد يقول لك يا عم ده التلاميذ حرفوا القصة طب هتلي البرهان؟ طب كلمني بصورة منطقية ما هو لما تيجي تدعي إدعاء لازم يكون هذا الإدعاء مبني على أرض صلبة فالسؤال اللي بيجي هل يمكن أن يكون تلاميذ المسيح؟ هم الذين حرفوا قصة صلب المسيح؟ يعني المسيح ما يكونش صلب وما يكونش مات وهم اللي حرفوا القصة وقالوا أن المسيح صلب وأن المسيح مات هتقول لي يا خي ده كلام ما يدخلش الدماغ وأنا هسألك سؤال آخر هل يوجد عندنا أدلة تقول أنه من رابع المستحيلات أن يكون تلاميذ المسيح هما الذين حرفوا الإنجيل؟ أو لك آه؟ وأن أقدم النهاردة أدلة تؤكد على أنه من المستحيل أن تكون قصة الصلب كما ذكرت في الأنجيل الأربعة وكما أكدها العهد الجديد وشهود العيان أن تكون هذه القصة من تأليف التلاميذ هقدم لك النهاردة بعض البراهين المنطقية اللي أتمنى عزيز المشاهد وأنت بتتفرج على هذه الحلقة أنه هذه البراهين أنك تفكر فيها فكر فيها ادل نفسك وقت أنك تفكر هل اللي أنا بقوله النهاردة ده صح ولا مصح؟ هل فعلا المسيح صلب ومات؟ ولا المسيح شبه له ولم يصلب ولم يموت؟ مهما ينفعش الأتنين يكونوا صح لأنه الأتنين متناقضين أكيد فيه رواية صح وفيه رواية غلط أكيد فيه رواية تاريخية ورواية غير تاريخية طيب إيه بقى البراهين اللي أتكلم عنها النهاردة اللي بتقول لنا أنه من المستحيل بل من رابع المستحيلات أن يكون التلاميذ هم الذين حرفوا قصة الصلب هذكر ثلاث أسباب هو فيه أربعة بس النهاردة هذكر ثلاثة عشان الوقت وأخلي سبب الرابع أكلم عنه فيه الحلقة اللي جاية لكن على الأقل النهاردة هكلم لو الرب يعني إدانا وقت يعني نحكي فيه في الموضوع ده أحاول أن أنا أخلص التلاث نقط دول وأكلم عنهم شوية بالتفصيل تلاث أسباب تجعل أمر تحريف الأناجيل لصلب المسيح من رابع المستحيلات أول سبب هو فكر اليهود واليونانيين عن الصليب والمسلوب أنا هشرح لك بس أنا أحط الأول الأسباب فكر اليونانيين واليهود عن الصليب تاني سبب هو حصاد التلاميذ أو ما جناه التلاميذ من منادتهم بالمسيح المسلوب وثالث سبب تفاصيل صلب المسيح الكثيرة والدقيقة في الأناجيل الأربعة دول إيه؟ ثلاث أسباب نبدأ نتكلم عن أول سبب أولاً الصليب عند اليهود واليونانيين أنا النهاردة لو حابب إني أقلف قصة ويكون لهذه القصة قبول عند الناس هقلف حاجة الناس تقبلها هقلف حاجة على الأقل الناس ما يبقاش يعني رد فعلها الرفض من أول مرة يمكن النهاردة بعد ألفين سنة الصليب وفكرة الصليب وحقيقة الصليب ورمز الصليب أصبح معروف ومتعارف ومألوف على مستوى العالم كله النهاردة لكن أنا عايزة أرجع بالزمن ألفين سنة لما أرجع بالزمن ألفين سنة هاجت كلمات الرسول بوليس عن الصليب لما كان بيكرز بالصليب المسيح المسلوب يقول لأن اليهود يسألون آية معجزة حاجة كده سوبر ناتشور تحصل واليونانيين يطلبون حكمة فلسفة كلام حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مسلوبا إحنا مش بنقدم اللي عايزينه اليهود ولا بنقدم اللي بيطلبه اليونانيين لكن إحنا عندنا رسالة مختلفة إيه هي بقى رسالة بتاعتك اللي أنت بتنادي بيها والكنيسة بتنادي بيها والمؤمنين بينادوا بيها نحن ننادي ونكرز بالمسيح مسلوبا وبعدين يضيف عبارتين في منتهى الغرابة المسيح مسلوبا بالنسبة لليهود هو عثرة وبالنسبة لليونانيين هو جهالة إيه ده يعني أنت بتنادي بحاجة بتعثر اليهود وبتنادي بحاجة لما بيسمعها اليونانيين يقول لك إيه الجهل الفولشنس اللي أنت بتكلم عنها دي أنا النهاردة لو أقلف حاجة ما أقلف حاجة تتقبل أقلف فكر فلسفي يجد قبول عند الناس إزاي أقلف حاجة عند اليهود تبقى عثرة وعند اليونانيين يبص علي على إني جاهل يا جماعة فكر بالمنطق من رابع المستحلات أن يكون التلاميذ قد ألفوا قصة صلب المسيح وموته مش ممكن طيب نيجي للجزء ده هشرحه أكتر بالنسبة اليهود ليه الصليب بالنسبة اليهود هو عثرة ستمبلين بلاك ليه ليه بالنسبة اليهود الصليب يعتبر عثرة لأنه سفر التسنية فأصحح واحد وعشرين يقول لأن المعلق ملعون من الله أو زي ما حطى رسول بوليس ملعون كل من علق على خشبة فالنهاردة جيت نديلي بواحد علق على خشبة صلب وتقول لي أنه دوّن هو المخلص يا أخي ده أنت أنت بتعثرني ده بالنسبة لي عثرة شكراً سفر التسنية هو اللي موجود في فكر اليهود وبعدين فكرهم عن المسيح الصليب ارتبط باللعنة لأنه ملعون كل من علق على خشبة والمسيح حمل هذه اللعنة على الصليب نيابة عنها المسيح لم يحرر اليهود من الرومان لم يأتي المسيح اللي هم منتظرين ولم يكن المسيح الذي في فكرهم الذي يأتي قائداً محرراً يعني يطرد الرومان ويؤسس المملكة مملكته على الأرض لم يأتي المسيح بهذا الشكل بل كان وديع تواضع يقول يصنع خيراً المسيح لم يؤسس مملكته على الأرض فبالنسبة الصليب بالنسبة لليهود هو حجر عثرة حجر عثرة ما ينفعش أن أنت تألف حاجة اليهود أولاً يبقوا رافضينها من قلوبهم طيب أخد مدخلة الأخ متى من العراء ألو سلام المسيح سلام المسيح أهلاً بك أخي رب يباركك دكتور أشرف بارك الخناة ويبارك البرنامج أشكرك على هذا الموضوع الجميل هذا الذي تتأخذه أشكرك وأنا جداً سعيد لطريقة التناول للموضوع بالشكل علمي وأكاديمي صرف أنا أحب هذا الموضوع ولهذا أنا أتصل عفوا دكتور أشرف لو سمحت لي أنا عندي في التعليق المسلم عنده فد مشكلة عنده فد مشكلة عنده خوف عنده رأب لأنه لا يملك الحقيقة وحين شخص لا يملك الحقيقة ترى الشخص هذا يتهرب ويقفز من موضوع إلى آخر ولكن هذا القفز يعني أسلوب لتغطية شيء أعظم ألا وهو المسلم مثل ما قلت ما يمتلك الحقيقة أكو في مشكلة كبيرة في النص الإسلامي بالنساء 157 من يقول وقولهم أي اليهود أننا قتلنا المسيح السؤال هنا في يهودي يقدر يقول أنه أنا قتلت المسيح إذا قال هذا الكلام فهو جذف إذا أصبح أصبحت الشخص من يهودي إلى مجذف هنا السؤال هل ممكن أحد من اليهود يقدر يقول هذا الكلام سؤال يعني مشروع كيف ممكن أنه أنت تجد تنطيني يعني جملة متناقضة متناقضة تاريخيا ولهوتيا ومتناقضة من كل الجنوانب يعني تاريخيا متناقضة مع السرد التاريخي والأدلة التاريخية ولهوتيا أيضا متناقضة إذن إذن إذا أنت لا تمتلك حقيقة أنت تمتلك مجرد أنه كلام فوضى وتمتلك مجرد أنه أنت بس مجرد أنه تثير المشاكل خلال أكاذيب لتبرير جريمة وهو هنا المشكلة لتبرير جريمة يعني الإسلام كل هذا العمل مجرد أنه أنا أثير أثير مشاكل عن طريق أكاذيب وأضرر جريمة وشكرا جزيلا ربي بارك خذبتك يا رب شكرا وبسعد بمدخلتك يعني شكرا للإضافة ربي بارك أشكرك أشكرك ربي بارك والسنة أنت تعيب والجمع بالنسبة يعني أنا نهارد عايز أقنع اليهود بالمسيح مش ممكن أبدا هقنعهم بالمسيح وألف قصة لو أنا هقلف قصة بالنسبة لهم تبقى عثرة لما أنا الأول عايز أقنعهم ده بالعكس ده أنا لو لو المسيح لم يصلب لو المسيح شبها له ومع كل يعني الدراما المسلم بيحطها ده ممكن يبقى لليهودي ساونز جود يعني أنه أفضل من المسيح الذي صلب لكن الكنيسة والمؤمنين كانوا بيقولوا تاريخ مش بيقلفوا تاريخ كانوا بيقولوا تاريخ بيقولوا أحداث أن المسيح مات ودفن أن المسيح قام وضعر ده أحداث ده مش تأليف سواء اليهودي يقبلها وما يقبلهاش النقطة الأساسية أنك تذكر الحقيقة اللي حصلت كويس طيب بالنسبة لليوناني بالنسبة لليوناني الصليب جهالة عشو كده حتى في في كتابات المؤرخين الرومان أو اليونانيين لما بيكتبوا عن مجموعة المسيحيين يقول لك يعبدونا مسيحا مصلوبا أو يعبدونا ربا مصلوبا ده ترياء هو بترياء على حاجة لأنك إزاي إزاي تركب الاتنين مع بعض دي بالنسبة له جهالة كويس كيف تعبدونا مصلوبا لا يوجد أي قيمة وفائدة في شخص المصلوب الشخص المصلوب ده أو الصلب اللي اخترعوا الرومان كان أسلوب عقاب لأشر الخطاة عايز تقنعني إنه اللي أنت بتنادي بيه دو اللي تسلب يبقى مخلصي يبقى فادية يبقى ربي يعني ده ده بالنسبة لليونانيين فرسالة الصليب رسالة بالنسبة لهم مصدر سخرية الخلاص عنده اليوناني مش بواحد مصلوب الخلاص عنده اليوناني يكون بالحكمة بالفلسفة ويكون بالقوة لكن الصليب ده رمز ضعف الصليب ضعف وجهال وحماقة ده عند مين عند اليونانيين فأنا النهاردة لو عايز أخذ العالم وعايز أوصر رسالة إنه العالم يؤمن بالمسيح اللي أنا بؤمن به مش ممكن أبدا نخترع قصة الصلب السوري يعني أبقى غبي لو عملت كده أبقى مؤلف روايات فاشل أنا لازم أخترع حاجة تجذب اللي قدامي تبهره تفتح قلبه كده وتفتح فكره وتجعله يقول طب قول كمان وقول كمان وكلمني كمان إنما ما اخترعش ما اخترعش ما اخترعش كصة صلب وموت فهمته أول سبب المنطق بيقول كده هكلمك بالمنطق النهاردة المنطق بيقول مش ممكن يكون التلاميذ اخترعوا لأنه التلاميذ لو كانوا اخترعوا ما كانوش اخترعوا هذه القصة طب ليه ذكروها لأنها حقيقة يبقى ذكروها ونادوا بيها وكرزوا بالمسيح المصطوب لأنه ده تاريخ you can't deny it ولهذا التاريخ بالنسبة لهم وبالنسبة للمؤمنين هو قوة الله للخلاص حتى لو اليهودي بالنسبة له عثرة حتى لو اليوناني بالنسبة له جهالة بس فعلا للمؤمن اللي بيختبر عمل المسيح في حياته بيقبل المسيح ده قوة الله للخلاص ده اول سبب كويس طيب قبل ما ااخد السبب الثاني ااخد مداخلة و نكمل مع بعض هلو هلو السلام عليكم محمد اهلان بيك كيفك حضرت القصة عشرف عزم عامل ايه يا رب كم فيك اهلان وسهل بحضرتك بقى اعتذر من حضرتك بصراحة ما قدرتش ان انا ادخل معاك الاسبوع اللي فات بس كان ليه طلب عند حضرتك فضل انا عملت معاك مداخلتين قبل كده عملت معاك مداخلتين دخلت الحلقة الاولى والحلقة التانية مش ليهم يا فندم يتحزفوا مش عارف ليه لا موجودين السبب لا والله يا دكتور دخلت ادور عليهم انا انا عايز اقول لك حاجة احنا عمرنا اولا احنا عمرنا ما بنعمل ادتينج للحلقة الحلقة بتنزل زي ما هي على الفيسبوك وعلى صفحة قناة الحياة وعلى كل الصفحات الاخرى وعلى اليوتيوب ما بنعملهاش ادتينج الصفحة انا هتواصل انا هتواصل مع برنامج اليادات بحيس ان انا اخد الحلقتين او عنوانهم بكل تأكيد وحبيبي شكرا يا دكتور طيب انا عايز بما انك اتصلت ممكن شوية اسألك انا سؤال نهاردة طيب انا انا ما كملتش المرة فاتتش انا طيب انا سمعتيني في النقطة الاولانية اللي انا اتكلمت في النهاردة اتفضل ايه انا انا شفتك اولا استشد خطير وكان لي تعليق عليه اولا من قال لاخي احمق الحق الحق اقول لكم من قال لاخي احمق يكون مستوجب نارج عنهم وهنا بصراحة استوقفني النص ده لان فيه جمال جدا 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 ايه هو الجمال اللي في النص لحد اخر كلمة يا احمق او يا غبي مع ان يا فندم لقيت ان المسيح بيقول لهم جيل شرير وقفاص قطلب ايه ولا تعطى له الا ايه تونان النبي يعني سبحان الله المسيح يطلع منه لفظ كلمة جيل شرير وقفاص مستحيل ولقيت برضه دكتور برضه نص تاني غريب جدا حين تقول لذلك تشتننا نحن ايضا ده بيقول لنا مسيح وبرضه نص تالت بيقول وطرس ابعد عني يا شيطان ولقيت نص رابع يعني هل يسوع المسيح هنا اصبح مستوجب بحالة الكبريت يا فندم ده سؤال صراحة حبيب طبع يعني حضرتك غالبا غالبا محتاج تدرس اكتر يعني ايه يا احمق وانه ازا المسيح هنا بيكلم انه لا يمكن ابدا ان انت تستحكر في قلبك الانسان الذي خلق الله على صورتك وان انت تعادي هذا الانسان وتتمنى له الزوال والهلاك والضياع والى اخره لكن لما ربنا يوصف حالة الانسان ويقول انهم جيل شرير يطلب اية هو لا يقلل من انسان هو بيوصف الحالة اللي عايشين فيها زي اي طبيب النهاردة ما يقدرش يقولك ان انت مش انسان ولا ان انت انسان مش انت يعني اقل من انسان لكن يقدر يقولك ان انت مريض وعندك السرطان يقدر يقولك انه قلبك فيه غلط يقدر يقولك ان انت محتاج تصلح من حياتك فانت لازم تشوف المسيح بزي ما الاناجيل اتكلمت عنه لكن انا هرجع يعني للسؤال اللي عايز اسأله حضرتك السؤال اللي عايز اسأله لك انا النهاردة اتكلمت عن عشان بس بتكلم عن الصليب وانا بتكلم عن الصليب قلت مش ممكن ابدا يكون تلاميذ المسيح حرفوا قصة الصليب مش ممكن وذكرت سبب واحد فاضل لسه عندي اسباب اخرى بس ذكرت سبب اولاني وهو ان الصليب بالنسبة لليهود عثرة وبالنسبة لليونانيين جهالة فانا نهاردة لو هقلف حاجة علشان اكرز بيها وادعو اليها اليهود واليونانيين كان لازم اقدم حاجة يقبلها مقبولة مش مرفوضة ايه رائعك في الكلام ده طيب بص يا دكتور اولا الصلب يا فاندم هل المسيح اتى بالصلب يعني هل المسيح اتى لكي يصلب اولا يا دكتور لو رجعنا تعالى كده نرجع انا يمكن اتكلمت معك في الحلقة اللي فاتت وتقطع على الخط مع رش تقطع ازاي ولكن فيه نقطة مهمة جدا هل المسيح اتى ليصلب اه لا الدليل يا فاندم لا لا يا فاندم لا يا فاندم لا يا فاندم اتا هل المسيح اتى في عيد كفاري او كفاري يا فاندم كم كم ينا السؤال المسيح اتى في عيد كفاري او عيد كفاري عيد بالنسبة لليهود عيد الفس عيد تسكاري يسعيد كفاري يبقى اذا يا فاندم ما ينفعش ده اولا لازم يكون في عيد كفاري والعيد الكفاري يا فاندم يكون في الشهر السابع بص يا فاندم انا بكلمت بالكتاب المقدس اتنين هل الصلب كانت عقوبة رومانية ولا عقوبة يهودية اولا يا فاندم اليهود كانوا تحت حكم بتهمة التكديف ويعاقب بمعاقبة الرجم ولم يرجع هنا السؤال سويني 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 انا انا دلوقتي انا دلوقتي هكلمك عن كل الحاجات اللي انت بتسألني عنها بس انا عايزك تقول لي سؤال انا مش عايزة اخرج برا النقطة اللي بتكلم فيها انا عايزة اسمع منك هل انت بعقلك تقبل ان التلاميذ يكونوا ألفوا قصة صلب المسيح نعم يا فنم عندي ادلة عندي ادلة يعني اللي استفادوا التلاميذ لما ألفوا قصة الصلب اقول لك يا فنم اه اقول لي تجيني دقيقتين وتسمعني اتفضل طيب بس افن جميل جدا تعال نتكلم مع بعض كده وتجيني دقيقتين بس افنم اولا تلاميذ السيد المسيح تلاميذ السيد المسيح لم يعلموا بقيامة السيد المسيح نهائيا الدليل وهعرفك يا فنم دلوقتي ان اليهود هم اللي كانوا عارفين مش التلاميذ اللي قاعدوا مع حضرات 30 اولا يا فنم لو فتحنا انجيل يوحن 29 بيقول لك لانهم لانهم لم يكون يعرفون الكتابة بعد بانه ينبغي ان يقوم من بين الاموات في متى يا فندم هميج نلاقي اليهود بيقول لك اننا نتذكر انه هذا المضل سوف يقوم في اليوم السالس السؤال ايه علاقة ايه علاقة دوان بالله انا بسأله لك انا دلوقتي بسألك هال التلاميذ هال التلاميذ انت بتكلمنا عن القيامة النصوص اللي بتكلم عن القيامة هال التلاميذ ألفوا قصة ان المسيح مات او صلب ومات يا فندم نعم طب ما تخلينا كمل يا فندم لو تديني فرصة بس كم كم طيب جميل جدا بس بس يا فندم اولا العقيدة المسيحية قائمة على الصلب والفداء والمسيح اذا لم يكن قام فقبط لك كرازتنا صح يا فندم ولا ما غلطان ده شخص حاسي جميل جدا يبقى يا فندم الصلب والقيامة والقيامة اهم من الصلب كمان دي النقطة الاولى النقطة التانية يا فندم وتعالى نتفق انا وانت علىها مع بعض اولا يا فندم الذي طلب الاية من السيد المسيح ليس التنميذ والذي طلب الاية هم الكتبة والفرسين هل رأى احد من الكتبة والفرسين السيد المسيح اثناء القيامة لا نفر نهائي دي نقطة النقطة التانية يا فندم النقطة التانية تعالى نتكلم فيها المسيح يا فندم عندما ظهر بوليس يا فندم في الرسالة بيقول يزرع جسما حيوانيا ويقام جسدا رانيا هل المسيح قام بجسد ممجد ام قام بجسد حيوانيا قام بجسد حيوانيا اللي أول فندم سواني سواني حضرتك فاهم النص ده سواني سواني لا لا ما همش هتستمر ان انت تقول الافكار الغلط دي وانا هبقى مستمع لا ما تتوقع لا لا سواني انت اولا اولا لم تجيب على سؤالي دي اول حاجة سؤالي هو نعم او لا انت قلتلي عادت دخلني في القيامة انا دلوقتي بقولك لو لو التلميذ حبوا يقلفوا قصة سيبك انت من من يعني تطبيقات الصليب وإلى آخره لكن انا بكلم على حدث تاريخي حدث تاريخي هل يعقل ان التلميذ يكونوا ألفوا قصة ان المسيح صلب ومات وبيكرزوا بنفس القصة ديا واليهود اللي عاشوا معاهم في اليهودية وعاصروا المسيح وشافوا صلب المسيح وشافوا يسوع بيتحط في القبر ومنادات التلميذ بقيامة المسيح هل يعقل ان يقبل انسان هذا؟ اه يا فندم قديك دليل؟ انا بقولك اديني بس دليل لا قل لي دليل قل لي دليلك قل لي دليلك قدم لي دليلك بس يا فندم تاريخيا يا فندم تاريخيا كل الادلة اللي انت بتحاول تستشف بها تاريخيا مضروبها يا فندم لاني لم احد اقولك ازاي اولا يا فندم كل اللي انت جبتهم قبل كده في الحلقات السابقة لم يعاصروا المسيح لحظة واحدة برافو عليك وهكذا محمد وهكذا رسول الاسلام وهكذا القرآن لا 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 انت بس من كلامك تتبرر وبكلامك تدام كويس طيب فانت بتقول لي النهاردة سويني سويني بس لا 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 انا هاخد النقطة دي لا 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 انا هاخد النقطة دي وهكمل عليها بكلامك تتبرر وبكلامك تدام بتقول لي كل المؤرخين اللي انت جبتهم يا فندم لم يكونوا معاصرين للمسيح ولم يروا المسيح الذي صلب فانت جايلي بقى بعد ستمائة سنة برسالة مناقدة للتاريخ وتقول لي علي ان انا نقبلها كحق تاريخي على اي اساس على اي اساس يا فندم لبص المبدأ يتطبق على الكل ما فيش استثناء ما تقول ليش ما تقول ليش انه ده وحي من الله انا بتكلم عن انت لما بتتكلم ان المسيح لم يصلب المفروض بتتكلم عنها كتاريخ حدث لانه الحدث حدث تاريخي فالاذا انت بتدعي ان هؤلاء الذين يوسيفوس وتستس وغيره 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 لم يكونوا معاصرين للمسيح ولم يروا المسيح عندما مات وعندما قام فانت جاي لي بعد ستمائة سنة تقول لي بس سنة الرسالة اللي انا بقدمها لك هي الصح وانت لم تشاهد شيء تبقى رد على حضرتك يا دكتور اتفضل ممكن جميل جدا يا دكتور اولا هناخد المعيار التاريخي زي ما انت حضرتك وهنحطه قدامه الكتاب تمام يا فندم انهي كتاب انهي كتاب حطي له قدامه القرآن لا قبل ما تحطي له الانجيل حطي hook الكتاب المقدس يا فندم لا 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 سواني سواني بس انه اول هطبقه على ادعائك انت على ادعاء ihrane ما táxi للا للا أنا عايزك تطبقلي الاول المبدأ ده على النص اللي عندك طيب تعال يا دكتور تعال يا دكتور طبقهولي على القرآن بس خلي بالك يا دكتور أنت اللي ألزمت نفسك دلوقتي طبقهولي على القرآن قل لي المبدأ دوما إزاي تطبق على نفس القرآن حضرتك ألزمت نفسك دلوقتي ركز معي أنت لسه ما جاوبتش على سؤالي أنا سؤالي واضح جدا أنت بتقول أنت بتقول المبدأ اللي أنت ماشي عليه أنه هؤلاء ما تنفعش تاخد شهادتهم لأن هؤلاء لم يروا المسيح الذي صلب طيب جميل جدا يا فندم طبقه لك يا فندم ادعى للقرآن أولا يا فندم أنت زي أي عقل مسيحي بتقول أن القرآن هو كلام بشري وكلام مؤرخ وكلام غير وكلام غير وأنا بقول لك يا فندم من نفس كتابك ومن داخل كتابك ليس كلام بشري ولا كلام واحد إنسان معتوه كتبه أو كلام شيطان زي ما أنتوا بتقولوا لأن لو قلت كلام شيطان أو إنسان عقل بشري يا فندم يبقى أنت ضربت كتابك في سفر الرؤية عشرين والكلام ده أنا قلت لك قبل كده اتنين يا فندم الحاجة التانية النقطة التانية النقطة التانية كم؟ النقطة التانية كم؟ ركز معاهم النقطة التانية أغلب علماء اللاهوت في المدارس الكاليسيكية والمدارس التحريرية أثبتت بوضوح أن المسيح ليس له أي أثر تاريخي ومنهم بولتمن تعرف مين هو بولتمن يا فندم يا فندم أنا بولتمن دون أعرفه صفحة صفحة مش بس أعرف اسمه زي ما حضرتك ذكر اسمه هل يا دكتور يصبت تاريخيتي سوق؟ أولا أولا تاريخية المسيح حتى بارت إيرمن اللي أنتو بتستشهدوا به للنهار لا يستطيع أبدا أن ينكر أن المسيح شخص تاريخي وأن الصليب شخص تاريخي إلا حضرتك وغيرك حضرتك وغيرك لم تسمعوا لبولتمن إلا في الحاجات اللي فيها نقد الكتار المعدس لكن لا تعرف أن سواني بس سواني سواني إنت أولا أولا معلش 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 أولا لم تجيب على سؤالي لم تجيب على سؤالي نهاي عجزت أن أنت تجيب على سؤالي وتطبق المبدأ اللي أنت اخترته على النص الكرآني أنت ما قدمت ليش حاجة أنت للأسف بتلف وتدور في نقطة أو في حلقة مفرغة إزاي تطبق نص زي أنت النهاردة جايت تقنعني أن المسيح لم يصلب بنص جي بعد المسيح بستمائة سنة قيل في بيئة مختلفة عن البيئة التي تم فيها الحدث وبفارق زمني مئات السنين وتقول لي أصل النص دو أهم من أي حاجة أخرى على أي أساس لو طبقت المبدأ اللي حضرتك اخترته كمبدأ على نص الكرآن وهو بيكلم عن حدث تاريخي يبقى أنت دمرت أساسا الكرآن ولا يمكن أن تعتد بشهادته خالص فحضرتك أثبت فعلا أن أنت لو طبقت ده أنت لا تعتد بشهادة القرآن أنا ما ليش دعوة أن القرآن بيكلم عن حدث تاريخي هو صلب المسيح حدث تاريخي ولا مش حدث تاريخي أنا سامعك الحدث نفسي أنا سألك سؤالين وعايز إجابة مباشرة أنا أديتك الوقت على فكرة بس أنت بتدخل في حاجات وأنت بتدخل في حاجات كثيرة بعيدة عن الإجابة المباشرة أنا أريد إجابة مباشرة للسؤال يا دكتور أنت كده بتتهرب مني أنه هم عن للم يطفل كنترول اتفضل لا مش همني لك من يطفل أنا سامعك بعد إنتك يا فندم أولا يا فندم كتابي أنا القرآن مش كتاب تاريخي يا فندم مش عندك أنت زي الأباء اللي عنده حضرتك يا فندم بيقول إن الكتاب المقدس ليس فقط كلام الله ولكن التاريخ له أصل في الكتاب المقدس إذبت لي يا فندم تاريخية يسوع فين حياة يسوع من أول يوم ما تولد يا فندم لسنة 30 سنة إيه أعمال يسوع يعني أنت بتقول لي سواء أنت دلوقتي بتقول لي إن القرآن كتاب غير تاريخي أنت بتقول لي القرآن غير تاريخي يا فندم اسمعني أنا عايزة فهم أنت بتقول لي هقول لك يا فندم بس اسمعني ممكن تسمعني جميل جدا أولا يا فندم أنا بطلب حضرتك حياة يسوع من سن يا فندم يوم لسن 13 سنة لغاية لما تافي الهيكل إله تافي الهيكل وبعد كده فندم لقينا إله صح يا فندم أدي نقطة أنا عايز أين هو يوسف المجار سويني بس أنت دلوقتي بتدخلني في حاجات بعيدة عن السؤال اللي أنا سألته لا يا فندم هو ده الأساس وريني ترخيات أنا سؤالي أنت دلوقتي كنص قرآني بتتكلم عن حدث تاريخي يعني أنت لما بتتكلم عن الخروج سويني بس لما القرآن بيكلم عن الخروج بيكلم عن حدث تاريخي ولا بيكلم عن حدث وهمي لا يا فندم بيخبرني بقصة معينة سويني بس لا 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 ما فيش حاجة اسمها بيخبرني بقصة معينة ما القصة دي يا إما تكون حقيقة يا إما تكون مش حقيقة يا إما تكون تاريخ يا إما مش تاريخ يا إما فكشن يا إما نان فكشن فما ينفعش أن أنت أنا أولا لما القرآن بيخبرني عن الخروج وعن فرعون هل هو بيكلم هل بيكلم عن حدث تاريخي ولا ما بيكلمش عن حدث تاريخي السؤال بسيط سدقني ما محتاج اللفة والدوران دي كلها السؤال بسيط أنا عايز أعرف لما أرى النص الكرآني النهاردة وأنا بأرى عن خروج شعب بني إسرائيل أنا بأرى هنا حدث تاريخي ولا مش بأرى حدث تاريخي آه جميل جدا يا آه يا لا ما هي أرد على حضرتك قول تفضل أرد على حضرتك كتابي كالقرآن أو نصي قرآن يا فندم ما بيكلمنيش تاريخ زي الكتاب اللي عنده حضرتك بص برضو لفه دوران حضرتك مش عايز تجاوي أنا النهاردة سواني أنا النهاردة لما أرى عن إبراهيم سواني بس لما أرى عن إبراهيم في القرآن لما أرى عن إبراهيم في القرآن هل بأرى عن شخص تاريخي بأحداث تاريخية ولا بأرى عن شخص هلامي ملهوش تاريخ لا يا فندم شخص تم وجوده طيب تاريخيا يعني تاريخيا سواني بس سواني بس سواني سواني والمفروض 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 اللي هيقوله القرآن يتماشى مع التاريخ والتاريخ اللي عند حضرتك مزيف طيب والتاريخ مزيف والتاريخ والتاريخ علشان 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 عندك جبت بتاريخ مختلف تطعن في التاريخ اللي تأسس قبل كده مزيف يعني يعني حضرتك بتنط أنا لسه أخذك واحدة واحدة أنا لسه ما وصلناش أنا نهاردة فتحت القرآن كدوكيمنت كتكس كويس بقرأ فيه عن سواني بس بقرأ فيه عن سواني بس ما تترعش سواني خلينا أتكلم أنا نهاردة فتحت قرآن علشان أقرأ فيه عن موسى طيب يترى موسى ده كان شخص تاريخي ولا لا أقول آه شخص تاريخي سواني سواني شخص تاريخ الخروج من أرض مصر حدث تاريخي ولا مش حدث تاريخي حدث تاريخي مغالبا إذا أنت مش عايز تقدم الإجابة فأنا هقدم الإجابة هقدس ألي السؤال وههقدم الإجابة لما جي النهاردة عن الأحداث التاريخية الأحداث التاريخية المرتبطة بالخروج ما هي أما الأحداث التاريخية اللي ذكرها القرآن تتماشى مع التاريخ ويبقى عندي برهان بيثبتها يا إما أنها لا تتماشى مع التاريخ وعن البرهان اللي يقول أنها لا تتماشى مع التاريخ سواني تيجي القصة المسيح تيجي القصة شخص المسيح الصليب دو حدث تاريخي ولا مش حدث تاريخي خلصت لا أنت ما بتجومنيش على حاجة على فكرة سؤالي مباشر هل الصليب حدث تاريخي ولا مش حدث تاريخي أرد على حضرتك يا فنن ما تلكيش لدو هو السؤال يا آه يا لأ أنا مش عارف إيه صعوبة السؤال لا حضرتك بص السؤال واضح جدا السؤال يا إما آه يا إما لأ زي ما أقولك النهاردة هل أمريكا قارة ولا مش قارة قل لي لا لا أصلوا أستراليا كذا وأوروبا كذا وبعدين في الآخر خلص ما ليش إجابة عن السؤال بتاعي أنا عايز سؤال إجابة مواضحة صريحة هل الكرآن لما بيتكلم عن صلب المسيح بتكلم عن أحداث تاريخية ولا ما بيتكلمش عن أحداث تاريخية طيب ممكن أتكلم مع حضرتك يا دكتور تديني بس تديني تتكلم معي بقالي نص ساعة يعني يعني أنا مش هقول ضيعت الحلقة لكنه يعني أديت لك فرصة أني أنت تجاو لا يا فندم أنت مش بيديني فرصة لما تيجي تتكلم أن موسى تاريخيا يا فندم موسى تاريخيا عندك كتب الأصفار وهو ميت يا فندم في القبر أنا مش بتكلم دلوقتي لا بناقش صفر التسنية ولا بناقش إيه اللي حصل أنا بناقش الحدث كلمني عن الحدث سيبك أنت من التفاصيل الثانية دي ليها مواضعها وإزاي كتب العدد وهو أصلا ميت ماشي أوكي حضرتك ما بتجاوبنيش على فكرة ولا على أي حاجة أنت بتلفه الدور يا دكتور محمد المفروض أن الإجابة واتها أنت دلوقتي بتتناول الصليب بتنفي تاريخية الصليب هل نفيك لتاريخية الصليب بتنفي حدث تاريخي ولا لا إنت عايز توصل لكل ده بحيث أن أنا أقولك أن القرآن تاريخيا والكتاب تاريخي لا يا فندم إنسى الكلام ده أن أنا أقوله بما أن القرآن ليس كتاب تاريخي ولا يتناول أحداث تاريخية يبقى مش من حق يتناول أحداث تاريخية ولا يعارض التاريخ في حاجة فما تجيش تقول لي يبقى أنت ما عندكش أساساً أي أساس تاريخي تبني عليه أي حاجة لا من أحداث الخروج ولا من إبراهيم ولا من إصحاق ولا من أي من حياة المسيح أنت بتتكلم من دماغك ما تقوليش تكلم من دماغك الوحي لا يتعارض مع التاريخ على فكرة الله عمره ما بيعتعارض مع التاريخ الوحي إيه؟ الوحي لا يتعارض مع التاريخ والوحي عندك يا فندم يتعارض مع التاريخ مرتين ثلاثة يعني عموماً أشكرك على مداخلتك لكن أنا ما حصلتش منك على أي إجابة وحضرتك بتتهرب من الإجابة على أبسط سؤال وهو هل صلب المسيح حدث تاريخي ولا مش حدث تاريخي وخايف تقولي خايف تقولي أن القرآن بيتكلم تاريخياً لأنك أنت عارف أن التاريخ بيناقض ما يقول القرآن أخد الأخت في ريال هلو؟ هلو؟ طيب أوكي فنرجع للنقطة اللي إحنا أنا حبيت أديله على فكرة فرصة أكتر من أي مرة فاتت علشان أحصل على إجابات واضحة لكن للأسف بيدخلنا في مواضيع كثيرة جداً بعيد أن يقدم إجابة واضحة لأنه ما عندوش إجابة واضحة أقوله أن الصليب ده حدث تاريخي ولا مش تاريخي خايف يجاوب لاحسن أقوله أن القرآن يبقى بيتناول تاريخ وكيف يتعارض القرآن مع التاريخ هو عايز مقتنع أنه ده نازل من فوق يضرب أي تاريخ بمزاجه كويس وأي تاريخ آخر يتعارض مع القرآن يبقى هو الغلطان يبقى هو المحرف يعني أوكي نجي إلى الجزء ده الجزء الأولاني ده مهم جداً وهو مش ممكن أبداً يكون تلميذ المسيح ألفوا قصة قصة الصلب والموت لأنه قصة الصلب والموت مرفوضة عند اليهود وعند اليونانيين ولا يمكن أبداً أن يكون المسيح المخلص مصلوب عند الاتنين زي ما قلت ده بالنسبة لهم عثرة وده بالنسبة لهم جهالة ليه ليه تكلموا عنها؟ لأنها حدث تاريخي لا يمكن أن ينكر زي النهاردة لما حصل هزيمة سبعة وستين آه الميديا المصرية يعني لم تقل هزيمة ولم تقل نكسة بس اكتشفنا بعد كم سنة أنه ده كله تاريخ كذاب أو تاريخ كاذب ما لهوش حقيقة ومبني على وهم وأنه فعلاً مصر تهزمت سنة سبعة وستين وتهزمت في كام ساعة وتدمرت مدن كثيرة وتاخدت أراضي كثيرة ومات شباب زي الفل التاريخ لا يجذب التاريخ لا يجذب ممكن تدريه كم سنة لكنه بيتكشف بعد كده ومش ممكن قبل أن نقول أنه حرب تلاتة وسبعين ما كانتش نصرة لأنها كانت نصرة ده تاريخ بيأكدوا اليهود وبيأكدوا المصريين وبيأكدوا العالم فلما يكون صلب المسيح تاريخ بيأكدوا شهود العيان وبيأكدوا العهد الجديد وبيأكدوا اليهود وبيأكدوا مؤرخين رومان بيستهزأوا بالصليب وبيأكدوا مؤرخين يهود إزاي أجي بعد 600 سنة أقول لا أنه ده التاريخ ده غلط وأنا أساساً ما عنديش دليل نكمل مع بعض البرهيد الأخرى لتؤكد على أن التلاميذ مش ممكن يكونوا حرفوا قصة الصلب الأسبوع اللي جاي فإلى أن نلتقي سلام المسيح موسيح موسيح